ما لأخذنا؟ نعنى أخي فضل العلماء ونسير على طريقة هؤلاء طيب الآن مقدمة ذكرنا فيها وجوب التوحيد ووجوب الواجبة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعبدون يوحدون كل عبادة في التوحيد معناها كل عبادة في المرأة معناها التوحيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا لوحدوا واعبدوا الله ووحدوا الله العبادة هي التوحيد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابدون ما عبدتم لأن الخصومة فيه ما الخصومة فيه؟ تخاصم النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار في أي توحيد؟ توحيد العبادة الثاني قلنا باب فضل التوحيد وما يكثر من الدوم والتوحيد له فضائل كثير وتحقيق التوحيد قلنا حتى نحقه نختدي بمن؟ بإبراهيم عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم كان أم أم يعني إماماً يقتدى به في أقواله وأفعاله في اعتقاده إن إبراهيم كان أمة قانتاً كثير الطاعم عندهم عليها لله إخلاص حنيفاً مقبلاً إلى الله مبتعداً عن الشيء ولم يكن من المشركين البراهن من الشيء وأهله شاكراً لأنعمه لأن النعم ابتلاء وتحتاج إلى شكر وليس الإشكال في حال الظراء الإشكال كل الإشكال في حال الظراء وقليل من عبادي الشكور إذن لابد من الابتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في أموم ستة قانتة إمام يقتدى به وكثير الطاعم عندهم عليها إخلاص براء من الشرك وأهله شاكراً لأنعمه حنيفاً مقبل الله مددعاً على الشرك زاكواً خيراً ما أضافه الله سبحانه وتعالى لنفسه ينقسم إلى قسمه أي شيء يضيف الله سبحانه وتعالى لنفسه ينقسم إلى قسمه إضافة أعيان وإضافة أوصار كل علم قائمة بذاته منفصلة عن الله هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه كل علم قائمة بذاته منفصلة عن الله هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه إلى خالق إن أرضي واسع عين الأرض نعم هذا من إضافة المخلوق الأخير عيسى روح منه أي روح من الأرواح التي خلق الله وضافة لنفسه تشريه وقحرى بيته البيت عين قائم بذاته فالسرعان الله تمام هذه إضافة أعيام الثالث إضافة أوصاب وهذا من باب إضافة الصفة إلى المنصوب غير مخلوق كل الصفات الله سبحانه وتعالى مفهوم الرحمن الرحيم الحقيقي القيوم نعم يقول العلماء رحمه الله أن خوارق العادات أربعة يعني هناك أشياء تأتي على الأخلاف مع كاب الناس يعني هذا الأخ الآن لو طيل في الهواء بيديه اعتاد الناس لا لكن يمشي من هنا لجامعة الإسلامية في ساعة كيه مثلا طبيعي جديد لكن ممكن هذا يقول أن يمشي في الساعة صح نعم يمشي إلى مكة مثلا في عشرة أيام ممكن نعم لكن يمشي إلى مكة في رجليه في نسف ساعة لا يصلي المغرب في والعشة في مكة ما يمكن طيب خوارق عادات يقوله أربعة خوارق العادات كم أربعة أربعة الأول آية والشيخ بن عذيم الرحمة الله تعالى يقول لا تأتي بقول معجزة لماذا؟ لأنه قال هذا هو الذي جاء في القرآن آية لأن المعجزة قد يعجز عنها بعض الناس وتكون للدجالين آية والآيات انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم لأن أي إنساء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندي آية يقول هذا كفر أدوى وانتهى الأرض واحد آية تكون للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الثاني كرامة تكون لأولياء الرحمن من كان مؤمنا تقي كان لله وليه الثالث معجزة وفتنة واستدرال وتكون لأولياء الشيطان لا إيمان ولا تقوى نسأل آية السلام الرابع فضيح الرابع فضيح كيف؟ نسأل آية السلام وكل من كذب عن الله يفضح في الدنيا قبل الآخر مش سيلة ما نبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه أنه بسق في عينه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجه آية في الحديث هنا الآية الأولى هذه الآية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر فتح خيبر تفتح غدا خيبر يفتح الله على يديه لكن أخواننا الصحابة ملتفتوا لهذا ملتفتوا للفتح لأنهم لم يخرجوا للغنيمة لم يخرجوا لإلا للآخرة قال لهم النبي يا أخواننا خيبر أموال نعم أموال غنيمة الصحابة رضي الله عليهم لم يرتفتوا لهذا الفتح لم يرتفتوا للدنيا فباك الناس يدوكون للتهم كلهم يرجو أن يعطاها إلى ماذا يرتفتوا محبة الله فقال أين علينا سبحان الله تحقيقة الصحابة للإيمان بالقضاء والقدر لم يقل واحد من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا مريض ونحن تعبنا وتفكر صح لا اعلم أن ما أصابك لم يكن يخضئك جاءوا لرجل جاءوا لمسيلمة برجل في عينيه رمج مرض ممكن تقرأ على مريض يضرق ممكن لا يضرق قرأ عليه ذهب بصر نفح الصحابة السلام فضيحة النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة بئر فيها ماء قليل قال يا رسول الله ادعو الله أن يبارك لنا في هذا الماء دعا النبي صلى الله عليه وسلم وبصق في الماء في البئر وإذا الماء يزد سيدا ما قالوا له عندنا بئر تعال جاء تمتم وبصق جفل بئر فضيحة نصران هذا ميزة غلام أحمد قدياني الدعوة القديانية إلى يومنا هذا تنتشر وبعضكم يعرف أنه تنتشر نعم عندكم هناك ولا يحدد ساكنا ولا يدر ميزة غلام أحمد قدياني هو مؤسس الفرق القدياني مات أكرمكم الله في الحمار فقالوا لأتباعي قال أهل السنة طبعا لأتباع هذا قالوا تقولوا أن هذا أبي كل نبي يدفن حيث قبل هذه فضيحة الصلاة والسلام نعم